مين في مصر كحارس مرمى ينفع ينافس الشنوى في النادي الآن لو جهت؟ لا فيه كتير يعني فيه عواد يعني عواد لو بيلعب يجي نفس الشنوى كابتا؟ اه طبعاً هو هو اللي علي لطفي طيب؟ لا بس بص مع العواد بقى له فترة ما بيلعبش اوكي لكن لما يلعب هل بدك علي لطفي كان في امبي برضو؟ لا ما كان في امبي كويس وكان بيقد بشكل بلدر واساسي لكن انا بقول لك اللعيب اللي الحراس المرمى اللي بتنافس فيه عواد Voilà فيه مثلًا فيه عمد الشناوى بس لو لعب ما دى برضو بتفرق ان فيه لاعب أبتقعد وانت لما بتبعد عن الكورة بتبقى صعبه ان انت ترجع لمستطوعك بشكل كبير جده لكن لو اتمرة بتروح النادي تانى وبتطالك بشكل كبير جدلا اكيد انت بيتبقى نفس ايدك مفتوح ان انت تلعب لما النادي الآلة بيتكلمت او النادي الزمالي بيتكلمك اكيد نفس ايدك بيتمفتوح ان انت عاوز تقدي وانتقدي بشكل كبير جده وخلي بالك ودي بتبقى الشخصية اللاعبة فروق ان انا النهاردة لما اكون عندي انا رايح النادر اهلا وراح نادي الزمالك وفي مكاني ده نجم لكن انا عايز العب هلعب هتمرن كويس واتمرن قدي كده عشرين مرة عشان اعدوس وحط رجلي ومحدش يشيلني تاني ودي منافسة بتخلق وخلي بالك المنافسة دي بتبقى الصالح او الصالح المدير الفني اكيد بس فكرة حلص المرمى في النادر اهلا عشان يعني بجد يعني احنا هقول لك مسلا تجربة عصام الحضر جبت نادر السيد وكان هو منتخب مصر هما الاتنين خلي بالك انت عارف كان جايب النادر السيد لي عارفين جايب النادر السيد لي عشان مستوع عصام الحضر يبقى عالي وانت كنت عارف كده كويس بس هي نطف ايه انت جايب مين بروف عليك ما انت جايب اسم برضو ايه انت عشان تجيب حد دلوقتي ده لقلق عصام ده لقلق عصام خلي عصام تقلق بشكل لما اجيب اسم زي اسم النادر السيد مين اللي هيخاف اللي هيخاف عصام الحضر على مكانه صح والله غلط فاكيد هيدور سنت الشنوء بسمه ان شاء الله لا الشنوء ما انا بقوله مو انت خلي بقلك انت الوقت بنشوف الشنوء مستوى 100% لكن لما تلاقي حد اسم قدامه هيتمرن 150% ومستوى اعلى وده هتبقى في مصلحة الفرق مصلحة الفريق وها ده اللي احنا بنيكلم عليه انت بيبقى فيه منافسة في المكان الباكليفت مش محتاج في النادي الاهلي بس انا بكلمك ليه ده وقت لان انا بشايف بعض الناس بتتكلم ان النادي الاهلي بيجيب صفقتين تانين وبتفاوض مع بعض اللاعبين تانين من وجهة نظر كابتان ودعب انا بشوف بقى تبقى تقول لي باكرايت تقول لي حارس مرمى حارس مرمى لا انت عندك ممكن تلعب ايمن قشا بباكليفت لان دي عدلته او دي المكان الاساسي بتاعه انه بيلعب باكليفت ويقضيها بشكل كويس جدا على فكرة لكن الحتة اللي انت محتاج فيها اللي هي الباكرايت لان انت محمد هاني ما عندهش بديل انا مش ازاز برضو مش ازاز برضو سريع محمد ايمن قشرف برضو مش هيبقى جزء الهجوم لا على فكرة على فكرة على فكرة محمد قشرف محمود وحيد يعني برضو وعندك محمود وحيد يعني بس بعيد ما بيلعبش لأ اما انت برضو من اللي متقلق التقلق بتعلم المعلول هو ماسك في الفرصة وماسك انه يلعب لان انت ما عندكش ما عندكش فرصة ان انت ممكن تقعد على المعلول لانه متقلق بشكل كبير جدا حتى النهاردة جاءت له كادمة الدنيا كله نزع لنا ان انت خايف عليه مش الدور انت خايف عليه بكل التعلم وعنده حلول على فكرة وفرات بتاعته بشكل كبير جدا كويسة وبعرف يجيب جوان لكن انت النهاردة لما تصاب النهاردة الناس كلها قلقانة الانه بشكل كبير جدا من انه ملعبش في كمدافع في يوم الايام من نادي الاهلي في ظل المجموعة اللي موجودة اهلي مش محتاج قلب ادفع انت جدت بدل بانه مش محتاج تاني في المدافعين ما انت عندك مير عندك رام ربيع عندك ساعد سمير كلهم رجع عندك ايمن ياشوك محتاجي سافر انت عندك ساعد سمير قدامه شوية انت عندك كم واحد انت بتقول انت بتقول عايز قلب ادفع قلب واحد انت عندك كم واحد في القلب انت بتحسبك ازاي كمدير في الناس انت مش على مدير عايز اربعة او خمسة مساء لا انا عايز اربعة او خمسة بالكتير ان يبقوا موجودين لان انت بتلعب تلعب تلات اربعة بطلقات النادي الهلي بلعب تلات اربعة بطلقات فانت اكيد محتاج لو لعيب تصاب واحنا في ظروف صعبة استثنائية فانت اكيد محتاج ان انت يكون عندك تلاتة اربعة وكويسين جدا عندك ايمان اقشف عندك ياسر ابريم عندك سعد سمير عندك رامي ربيع عندك بدر وعندك بيكة فانت مش محتاج انت محتاج انت محتاج انت خلاص انت زبط الدنيا والنادي الهلي عارف وبيعملي وعارف احتياجاته واحد مع المدير الفني محتاج ايه لك قلب قلك كل اللي بيحصل في النادي الهلي من تثبيت الفرقة فروقة او ان ان انت تجيب صفقات ده كل عشان كاس العالم لانديه من يكون عندك فرقة قوية تقدر تنافس على البطولة وانا شايف ان النادي الهلي فعلا عايز ينافس ناسين محمود وتولي خالص وعندك محمود متقلم صاب طبعا يعني ولعيب كويس جدا وبيقدر يلعبها في الدفندر يعني محمود متولي من لعبك كويس لعبية كرة كويسة يقدر يلعب لك دفندر كمان يعني انت كمان ده احنا ناسينه بشكل كويس اه لا ولا يبكي بس حزوحش طبعا فانت مش محتاج ان انت تجيب في القلب حد انا بقولك اللي انت محتاج فيه وبعدين انت هتلاقي في كل النادي الالي في كل مركز هتلاقي اتنين وثلاثة لكن المركز الوحيد اللي مش موجود حد فيه اللي هو الباكرايت تمام باكرايت وحارس مرمى تمام ده كتنا بالدهب